أو هل هي فتاة؟ الضغوط اشتدت على العائلة الملكية في بريطانيا لكي ترد على اتهامات العنصرية التي طالتها وعلى الصورة القاتمة عن الحياة داخل القصر التي رسماها دوق ودوقت ساسكس خلال مقابلة تلفزيونية مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري قصر باكينغ هام اضطر لإصدار بيان نيابة عن الملكة قال فيه إن الأسرة حزنت عندما علمت بضغوطات التي كشفت عنها هاري وميغان هذا الأسبوع البيان أوضح أن القضايا المثارة ولسيما قضية العرق مقلقة مضيفا أنه على الرغم من أن بعض الذكريات قد تختلف فإنها تأخذ على محمل الجد وستتناولها العائلة على انفراد بيان القصر أكد أيضا أن هاري وميغان وأرشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين للغاية من العائلة وكان هاري وميغان ماركل المقيمان منذ عام في كاليفورنيا قد برر انسحابهما من العائلة الملكية بالضغط الإعلامي الممارس عليهم وعنصرية وسائل الإعلام البريطانية كما قدم صورة قاتمة عن الحياة داخل الأسرة خصوصا عندما روت ميغان أن العائلة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها بعدما راودتها فكرة الانتحار ومن أكثر التصريحات إثارة للجدل كان حديث ميغان وهاري عن محادثة عربت فيها جهة لم يسميانها في العائلة الملكية عن قلق إزاء لون بشرة ابنهما أرشي خلال حمل ميغان به رغم حرص الزوجين على إبعاد الشبهة عن الملكة إليزابيت وزوجها الأمير فليب أما رئيس الوزراء بوريس جونسون فاكتفى بتأكيد بالغ إعجابه بالملكة إليزابيت الثانية لكن وزير شؤون المحيط الهادئ زاك جولد سميث وهو مقرب من جونسون كتب عبر تويتر يقول إن هاري فجر لغما بعائلته وفي الولايات المتحدة حضيت ميغان ماركل بدعم الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أما والد ميغان توماس ماركل فأعرب أن هذه التصريحات المثيرة للجدل قد تكون مجرد سؤال غبي مضيفا أنه لا يظن أن العائلة الملكية البريطانية وعنصرية البتة